السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كديري اللبس عليكم كنتمنى إن شاء الله تكونوا بإخير على خير اليوم أجيت معكم بأكلة شاهية كنتجيزوينة بزاف الفول أخضر أو إباون كيفما كتشوفوا معنا مرة ما كان ننقيهم ونغسلهم ونقطعهم إلى مربعات صغر يعني ضروري أنك تغسلهم بزيان كان قطع واحد نصف بصلة في قليل من الزيت البصلة كتقطعها شرائح أو لمربعات لا يوجد مشكلة في الأخير ما كتبنش نهائيا كتدوب هنا كنقلوها مزيان تكتاخد اللون كنزيدوا معها واحد ثلاثة درس ديال التومة تهما كتتقلوهم مزيان تكتاخدوا داك اللون الذهابي كيجوا رائعين رائعين بزاف طبعا كيتحروا كاملين في زيت الزيتون ونستخدموش هنا زيت المائدة ولكن اللي بغي يستعملها كتبقى اختيارية كيفما كتشوفوا معايا ضروري ما كتاخد اللون قاعد كنزيدوا الفول من الفوق مره ما كنصفيه من الما دياله الفول كتديروه بالقشور بكل شيك يجي رائع بزاف البنات غتجربوها ان شاء الله وقد ترطو علي وقد يتعجبكم وهناك كيفما كتشوفوا معايا كتكن نقي جلبانة ديالنا اللي غادي نستعمل كأز ديال العنبة ديال الجلبانة كتبقى اختيار يعني لبغيتوا تزيدو ولا تنقصو هاد الكيميه استعملتها الخمسمية جرام ديال الفول اللي هي ونس كيلو مره هاي البنات مره ما تتحرت معانا كنحركوها يعني ما كنحركوها شديك الساعة هادك دائما كنخليوها شوية عاد كنحركوها هنا زد داك الكاس ديال الجلبانة طبعا كيفما ورد لكم راه كتطلق الما ديالها الراس يعني ما كتحتاش نياء يندلي لها الما كتنقصي عليها وكتخليها كتطلق الما ديالها هنا عادت داك الكاس ديال جلبانة يعني مره ما كيدخل معها شوية الطياب كتحسوا ان الفول ديال نابدة كيطبش شوية كتديدو ديالك جلبانة من فوق بدون تحرك كتخليها غير من الفوق وهنا زد اربع قصبورو مع قنوس طارو المقليل من مع قنوس وثلاثة ديال دروزيال تومة أيضا كتديدوهم من الفوق وما في العطري كنحتاجوا ملعاقة كبيرة مفوفو الأحمر اللي هو تحميرة ونصف ملعاقة كل من اللي يمون ونخرقون مسكين جبير وليبزر والملح كيبقى ملح يعني على حسب الدوق ممكن ديرو نصف ملعاقة وشي ممتلئة وكنخليهم 1-5 دقايق كيتحروب لا تحرك عاد كنبدأوا نحرركوا كل شي ونخلطوا وكنخليوا كل شي تشحر على مهل مره البنات كنزيدوا كأس ديال الما طبعا كيحتاجوا الما حيث يباون ديال نام كيبغيوشي طيبو ضغياء طبعا لحسب كينبعد الفول كيطيب ضغياء كينبعد الفول لا يعني اللي لقيتوا انهو نشف معاكم اه من الماء او للمرقة كتحيي كددولو الماء هنا مورا ما طب معانا صافي كان طاب بقد في ديك المريقة ديالو رضيتو لها الطاجين ديال التراب اللي خليتو تمام باشي يشرب الما ديالو كيجي رائع بزف بزف البنات في هالطاجين تقدرو ايضا تطيبو في هالطاجين يعني انا قلت غير البنات يعني اللي مزروبة ولا تقدر تطيرو في الامينة عادية اما اللي يعلام هالو تنقص علي نفس الطريقة في هالطاجين ديال التراب كيجي رائع سلام كجي في ديك الريحة ديال التراب كجي رائع بزف طبعا خليتو احتشرب ديك اللي ما ديالو كامل ونشف معانا وطفيت عليه وكيف ما كتشوفوا معايا طبعا كيجي رائع 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 يا سلام ما ديش تشبعوا منو وكانت مني ان شاء الله تجربوه وتردو عليا وشكرا ليكم وشكرا على الدعم ديالكم